النسيان يلتهم عقولنا تدريجياً نتيجة توصل إليها باحثون محذرين في الوقت نفسه من آثار عدم الحفاظ على الذاكرة بشكل جيد الظاهرة اليومية التي يشكو منها الملايين في العالم لم تعد مقتصرة على كبار السن بل يشكو منها المراهقون والشباب ومتوسطوا العمر وهي مشكلة تظهر وتختفي لكنها قد تعود مجدداً أقوى من ذي قبل وضعف الذاكرة أو النسيان في الأعمار الصغيرة قد يكون عبارة عن هفوات بسيطة في الذاكرة ترتبط بالحالة الصحية للإنسان لكنها قد تتدنى تدريجياً في حالة إهمالها هناك الكثير من الأمور التي تضعف ذاكرة الأشخاص الأصغر سن أولاً صحتهم الجسدية فكلما كانوا يعانون من مرض مؤقت فإن ذلك يؤثر على ذاكرتهم القصيرة أما إذا كانت حالتهم الصحية سيئة مثل الأشخاص الذين يعانون من السكر والغدى الدرقية فإن ذاكرتهم طويلة المدى قد تتأثر سلباً أيضاً أضف إلى ذلك عوام الأخرى مثل القلق والتوتر والإجهاد إضافة لقلة النوم أشخاص لم يناموا مثلاً منذ 16 ساعة فإن جزءاً من دماغهم سيكون نائماً وهذا ما يؤثر على ذاكرتهم الباحثون أيضاً يردون أسباب النسيان إلى أن الدماغ يتحمل فوق طاقته ما يضعف قدرته على إتمام عمليات التذكر وحفظ المعلومات وتخزينها في الدماغ كما يتهمون الأجهزة الإلكترونية والرقمية بالتسبب في حالة كسل الدماغ هذا من خلال الاتكال التام عليها وينصحون بالعودة إلى الوسائل التقليدية التي أثبتت كفاءة في الماضي لتحسين قدرات الذاكرة كتدوين الملاحظات وكتابة الأنشطة اليومية والتي قل استخدامها بفعل التكنولوجيا الحديثة ترجمة نانسي قنقر